بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم تنتمنى الحبابي يكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله بحول الله وقوته اليوم سنوضعوه واحد الصيغة ربانية لطرد النواحس طرد السحر طرد جميع المشاكل اما عند الولد ولا عند البنت او عند الزوج بدون عمل او المرأة اللي عندها السحر التفريق اذا هاد الفائدة فائدة وقبول ويتيسير الامور لفتح قسمة اي حاجة بغيتي في الزواج في العمل في الرزق طرد النحوسات غير ديرها وتهنع الوصفة رائعة اكتر من رائعة درهم واحد تحيد عليك جميع المشاكل في البيت ولكن القراءة المحطوطة على هاد المكون العجيب في الفصخ الفصخ اذا احبابي خودوا هاد الوصفة اللي باشتحيدوا السحر اللي معمول اما البنت عندها توقيف الحال في الزواج او عندها توقيف الحال في العمل قرات وجدت سنة وظيفة ولكن عندها تعسير اما الولد اللي قراءة و جالس في المنزل تواصل حاليه لانه تقدر الام دياله تديرها ليه ولو ما يكونش تدير ليه غير تدير ليه غير الصورة دياله وتفوسقه ولو يكون من بعيد اذا احبابي كينين بعد الولاد ما تيبغي وش يتبخروا اذا الام تقدر تبخر غير بالصورة وهي مطمئنة بان غادي تحيد التأثير على ولدها اما الزوج اللي جالس بدون عمل دائما عنده صدود ما عندهش حد في العمل ولو يخدم تيكون عنده واحد طاقة نحس تهوى تبخره بهذا المكون المكون العجيب هو حب الرشاد حب الرشاد اللي رائع في التبخير الريحة دياله طيبة ولكن غادي نحطه عليه قراءة للفسخ جميع التوابع وصورة لتسخير الامور اذا غادي ناخد واحد ثلاث دراهم ديال حب الرشاد لانني غادي نتبخر عليه مدة اسبوع المرأ الى عندها السحر التفريق غادي تدير هاد الوصفة والبنت لعندها توقيف الحال في الزواج ديالها الصيغة واي واحد عنده تعسير في كل الامور غادي ان شاء الله يتنفع بهذا الصيغة ديال حب الرشاد حب الرشاد فائدة مجربة لفتح القسمة في الزواج في العمل المرأة اللي عندها صدود ما بينها وبين الزواج ديالها ديما عندها مشاكل وعندها صداع وعندها اضطرابات في البيت دائما عندها خصامات ولكن ربي كريم غادي نعطيكم الفائدة الاولى بالنسبة لبنيات لوقفين بدون عمل غادي تاخد واحد ثلاث دراهم وغادي تقرأ صورة الكوتر خاصة تقرأها بعدد هذا العدد اللي غادي نعطيكم ثلتمائة وثلتاش المرة ولو تقرأها على مدة ثلاث أيام وعادة تبدي الفصخ لأن صورة الكوتر بعدد ثلتمائة وثلتاش غادي تحيد لك التابعة وتحيد لك الحسد وتحيد لك توابع وتتخر لك لأبور وتعطيك واحد طاقة إيجابية درسي هذا العدد العدد رائع في طرد النواحس ثلتمائة وثلتاش وغادي تقرأي احداشر مرة الآية من صورة البقرة الآية مياء وجوج أعود بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إذن إلى آخر الآية غادي نقرأها عدد احداشر مرة وغادي نقرأ هذه الآية للإبطال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا إذن غادي تقرأ 11 مرة وانتي نظيفة جدا تكوني على طهارة البدن طهارة البدن طهارة تياب طهارة المكان إذن ونقرأ وغادي تحسي بالفرج القريب إن شاء الله في ليلة أو تكملي غير البخور غادي تشوفي وحتى طاقة إيجابية الله اللي غايعطيها لك ويعطيها لك القرآن واتقاف الله وباب الرحيم وندير الدعاء اللهم سخر لي أمري هذا ونجبد أشنو عندي في الدعاء أشنو الأمنية ديالي عمل زواج أي حاجة اللهم بحق القرآن الكريم وما فيه من أسرار أنتم الدني بأفراح بزواج بزوج صالح بعمل أنك غادي تلبي الخالق يريد ديرها في تلوط الليل من أعدم اللحظات هي تلوط الليل إذن أحبابي خدوا هذه النصيحة مني أي باب بغيت تدقوه خدوا باب تلوط الليل والصلاة على الحبيب إذن غادي تصلي عدد سبعين مرة على الحبيب عليه الصلاة والسلام وتنفتي في حب رشاد غادي تبدي حب رشاد نهار اللي بغيتي ولو أنك غادي تبخري يوم الأربعة الخامية الجمعة غادي تبخري مدة أسبوع غادي تبخري مدة أسبوع إذن هاد الصيغة غا يقدر يديرها الولد اللي بعملها حتى الولد اللي معطل على العمل أو الزواج أو أي حاجة مسكرة بحياته أما الزوج اللي معطل على العمل غادي يضيف صورة القاف وصورة الواقعة قدم أقرأ فيه غادي إن شاء الله يكون عفرج قريب وغادي تبقوا تبخروا في الأوقات اللي بغيتوا عندوا ما عندوش وقت ما بغيت يتبخري غادي يتبخري به ولكن نتمنى أنكم تبخروا مع أوقات الصلاة مزيان الوقت اللي يكون عندك فاضي أو الوقت اللي تكون دخلتي من العمل أو من الخارج غادي ناخد مقلات ونتبخر أو الفحم جيد أما المرأة اللي عندها سحر التفريق تحاول أنها تبخر تهياء ولو زوج ديالها ما يبغيش يتبخر غادي تاخد صورة ديالها ودياله دير نسخ نسخ توضع معهم الفصوخ وحب رشاد وتضعهم في المجمر وتقول اللهم بطل عنا السحر التفريق بعد ما تقرأ الآيات واللي عطيتكم في الأول إذن القراءة بحل بحال الناس اللي عندهم توقيف الحال هم اللي يضيفه صورة الواقعة وصورة تلقاف الناس اللي عندهم تعطيه الأحوال في العمل أو في المال الناس اللي بغين يطردوا النواحس فائدة عظيمة لا في القبول ولا في تيسر الأمور ولا في فتح القسمة في الزواج أو العمل أو الرزق أو فك النحس أو توقيف الحال اللي وقع الزوج بدون عمل إذن أحبابي هاد الصغة هاد الصغة تتبغي اليقين اتقى في الله أولا وقراءة القرآن مع التسبيح والصلاة على الحبيب بركعتين في توليوة الليل ومدى في القراءة وغيرت تحسي سبحان الله صورة الكوتر بعدة 313 من أرواع ما يكون في طرد النواحس إذن أتمنى لكم تدرها بيقين على نية فتح القسمة لا في الزواج ولا في العمل ولا طرد النحس المرأة اللي عندها دائما صدعوا المشاكل تبخر في مقلات وتحيد البقايا أو المحروقات ديال المكون تلحو في مكان عاشب مدة أسبوع بليسي بالأربعاء حسبي إيش حال غادي تأخذي الوقت مدة أسبوع ووقفي نهار السابع تبخري وبدلي الأوقات يوم مع الضهر يوم مع العصر يوم مع المغرب أمتي تتبدلي في الأوقات على نية أنك أي وقت تدار لك شي حاجة في السحر في الأوقات الخمسة غادي إن شاء الله يرفع الله سبحانه وتعالى يرفع عليكم الضر ويرفع المتاعب اللي كي نفهد الحياة إذن الحسد والعين والتوابع التابعة السحر المرشوش لابد نسيدروا هات الصغة لأنها تشلي ولا دبا ولا الحسد أقوى أقوى من السحر هو الحسد كان اللي حسدك على والو يحسدك غير على ضحكتك يحسدك على أي حاجة عندك في هذه الحياة يتمنوا لك زوال نعم إذن حاولوا تردوا النواحس بطاقة ربانية لعل وعسى ربي سبحانه وتعالى يعطيكم السؤال لكم في كل المطالب إذن أحبابي ما تنسوني شوه لي لايك الدعم فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال شافية المغربية إذن وإلى وصفة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر